المسلسل الكوميدي باية ميا سكر برا وعندك واحد ميا على بسطة ودلدقة يا شيرين شيرين يا شيرين اي يا عم مالك عامل زيتها ليه خرجت يا دي يا شيرين وحنخلص من سمعة العاطلية اللي طلع علينا ما احنا كل مرة بنلاقي شغل ما بنكملش فيه اسبوع وابنة رفد لا بس المرة دي حاجة تانية اش معنا يعني عشان الشغلان اللي لقيتها دي مناسبة لطموحاتنا وامكانياتنا جدا ليه ليه هي الشغلان دي فين في الوكالة المصرية لاستصلاح الاراضي الفضائية يس هنشتغل رواد فضاء رواد فضاء ايه بقولك شغلانة مناسبة لطموحاتنا وامكانياتنا باش رواد فضاء اعلب طموحاتك اكتر هنحترف فينة دي المريخ الفضائي ولا كده برضو عمال ايه هنشتغل ايه عمال نظافة المسلسل الكوميدي تامر وشيرين بصراحة يا دي يا شيرين انا بحسدك على البرود اللي انت فيه يا ابني لو مش فهم انت ما بتلعبش اللعبة دي ازاي دي ترند رقم واحد في العالم دلوقتي اسمها ايه اللعبة دي القرد اللي بيزقل الناس بالحجارة القرد اللي بيزقل الناس بالحجارة ترند رقم واحد في العالم طبعا يابني مش بقولك برد يابني سيب اللعبة دي وبصه على المكان اللي احنا فيه اقرى البانر ده كده يعني ايه بانر طيب اقوله لك ازاي دي اليفطأ اليفطأ اللي بتعلق اهناك اقراها ما تقول يا عمّة ليفطأ حاضر يا سيدي هقرب الوكالة المصرية لاستصلاح الأراضي الفضائية أهلاً وسهلاً سيبنا كم اللعبة بقى يا تامر وقسم بالله أنا زهقتم العلاقة المعفّنة دي خل الابليكيشن دام لقى وسيب أمّة الارت في حاله هات يا عمّة هات اكتب اسمك هنا شيرين عبدالوهاب لا اسمك السلاسي شيرين عبدالوهاب آياليل ولا احنا مش جاينا قدم في زافويس هنا انجز يا عمّة ما هو ده اسمي الحقيقي يا عمّل ايه وطي صوتك يا عيابي ايه الصوت العالي ده صوته جايد أخذ الوكالة استهدوا بالله 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 ايه ده ايه كان اللي اقتحم حياتنا ده ده رجل آلي والله ايه ده كيوت أوي أوي اسمك ايه ألم سعد الآلي انت مين انا تامر وهو شيرين انت هتحضر معايا يا ابني ده على اساس ان اسمك شادي يعني بس يا تامر خلاص عين بقى ده رجل كبير آلي يقدموه رجل كبير ايه ده بيقولك سعد الآلي ده بل يا عمش يا عم نسكو ده الحسن يطلع رضبة كبيرة هنا نروح في داعي يا عم هو احنا وقفين في كمين مين الابليكيشن بتاعته شفت يا غبي اهو طلع مهم بقولك يا عم الحج لو سمحتك والنبي ما تقول لنا ايه الاسئلة اللي في الامتحان وليك الحلاوة ما بحبش الحلاوة يا عم انت داخل امتحان ألماني بقولك يا عم الحج خد الخمسة اتنين دول ودخلني اول واحد انا عايز خمسة وتنتين جنيه عشان اخذ بجوه سبعة ركب من عبود 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 ايه ده طلع مش شرقية والله انا حبيتك يا عم سعد انت ولد كويس يا شيرين انا عندي ابن في سنك مش عايز تتجاوز ودي لما تحب تخرجها تروح بيها في المزرعة السعيدة يا عم سيبك منه ده مالوش في الحب والمشاعر يا عم سعد قول لي هي طويلة ولا سيارة تخينة ولا رفيعة بيضة ولا سمرة لا هي بيضة واربعة وستين جيجا ومعها جراب بينك تامر انا مسمح لكش تتكلم عليها كده دي هاردات ناس وخب بالك دي ممكن تبقى امراتي انت هلحق تتحبها انا انا خرج انت الاول يا شيرين لا انا اللي هخش الاول سيبه عم سعد يخش الاول مش مش مشكلة تلين احنا نقعد ندردش كده ونكمل كلام على بنت حضرتك انت كمان هتتكلم عليها من غير ما تشوفها انت بتهرج يا تامر دول عيلا محافظة جدا واكيد ما عندهمش بنات تتشاف قبل الجواز ولا بعد الجواز ولا عندهم بنات اصلا يا ابني دي لعبة اصلا مش بعيد بنتو دي تطلع باربي ملكش دعوة ومهما عملت مش هتعرف تفرقني عن باربي اتفضل بقى خش الانترافيو بتاعك ماشي هخش ابهرهم واطلع بسرعة وانت حضر نفسك هيا عم سعد ما قلت ليش البطاريات في الجواز عندكم علينا ولا عليكم